موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأكرمين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه وعن التبعين وبعد فلستأنف الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم أو باب في كيف يقبض العلم وهو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقد وصلنا في الكلام مع هذا الحديث الشريف إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا ففي هذه الحالة التي لا يكون فيها علماء عندهم أهلية الفتوى وعندهم القدرة على بيان الحكم الشرعي للنوازل وعلى الفصل بين الناس سواء في الإفتاء أو في القضاء أو في أمور أخرى فإنه في هذه الحالة سيضطر الناس أن يتخذوا رؤساء لماذا عبر بالرؤساء ولم يعبر بالعلماء لأن العلماء غالبا هم الرؤساء كما قلنا في اللقاء السابق أن إن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن أولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المقصود بهم العلماء ولكنهم في قصدهم العلماء يقصدون العلماء العاملين المجتهدين فلما لم يكن هناك علماء من المجتهدين ففي هذه الحالة سيتخذ الناس رؤساء مكان العلماء ولكنهم ليسوا علماء فهؤلاء الرؤساء يقومون مقام العلماء ويتصدرون كتصدر علماء فماذا يفعلون يذهب الناس إليهم يطلبون منهم الفتوى حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هؤلاء الرؤساء الذين تصدروا بغير علم الناس تحدث عندهم نوازل كثير في كل يوم النوازل وهؤلاء لا يمكن أن ينزلوا عن رئاستهم ولا عن مناصبهم ولا عن سلطانهم فيسألون ولا يقولون الله أعلم فيسألون ولا يقولون نراجع لأن في الحديث أن الإجابة كانت بعد السؤال مباشرة فسئلوا فأفتوا الفاء للتعقيم فالحديث يصرح بأن الفتوى كانت بعد السؤال مباشرة أو عقب السؤال مباشرة بدون أي نوع من أنواع الاسترخاء لأن من عادة العالم أنه إذا سئل عن مسألة ولم يكن متثبتا فيها فإنه يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة تحتاج إلى بحث أصبر علي سأراجع الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم سأسأل غيري من العلماء أو أتناقش وأتذاكر معه ثم بعد ذلك أجيبك كان لي شيخ رحمه الله تعالى اسمه العلامة الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وكان متصدرا للإفتاء في الحرم الشريف وكان عالما قويا في الفقه الشافعي وفي آلات العلوم وفي الأصول وقواعد الفقه وما من مسألة سألته عنها إلا وتريث وربما أجابه وفي الأكثر يقول لي اصبر سأراجع وعندما آتي له في اليوم التالي يقول لي قد راجعت هذه المسألة ووجدت كذا وكذا وراجعت نص المنهاج ووجدت كذا وكذا والحديث فيه كذا وكذا وهو يوافق هذه المسألة فتأخر وتأنى وتورع ومن المشهور أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذلك المكتهد المشهور أنه سئل عن مسائل كثيرة وكان يتريث ويقول الله أعلم الله أعلم الله أعلم هو يعلم كثيرا عن المسألة ولكنه يحتاج إلى شيء من التثبت أو لا يحب أن يجيب عنها الآن أما هؤلاء الرؤساء الجهلاء فإنهم إذا سئلوا عن الفتوى فإنهم يجيبون مباشرة فسئلوا فأفتوا الفاء للتعقيب هؤلاء لا يقولون اصبر سنراجع لا يقولون سنبحثوا هذه المسألة لا يقولون هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم وسنراجع فيها هذا هو الورع ولكن هؤلاء لا يسيرون على طريقة أهل العلم الورعين الفاهمين الذين يقفون ويراجعون ويبحثون ثم يجاوبون هؤلاء ماذا يفعلون يرون أنفسهم هم أهل الصدارة وهم أهل المعرفة ولذلك إذا سئلوا فإنهم يجاوبون مباشرة والحقيقة هذا ما نراه في بعض الفضائيات فإنهم يستدعون عالما من العلماء ويسأل على الهواء وأرى أن كثيرا من الأسئلة التي يسأل عنها هذا العالم تحتاج إلى شيء من المراجعة ومن البحث ومن التأني ولكنه يجاوب مباشرة ولا يصبر ولا أجد أحدهم يقول هذه المسألة تحتاج إلى وقت لكي أراجع فيها أو أن هذه المسألة كنا نبحثها مع بعض العلماء ولم نصل فيها إلى رأي وسنحاول أن نبحث فيها أو أن هذه المسألة هي معروضة على طاورة البحث في المجمع العلمي الفلان وسنبحث فيها ثم سأجاوب عليها هذا لا أجده ولكنني أجد سرعة في الإجابة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل في كثير من الأحيان ليس في كل الأحيان أن العالم ينبغي عليه أن يتأنى وأن لا يستعجل الإجابة فإنه ربما تصور المسألة تصورا غير صحيح وأجاب بالتالي إجابة على التصور الذي هو غير صحيح فتكون الإجابة غير مطابقة عند ذلك يحصل ضرر كبير فسئلوا فأفتوا مباشرة فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا هذه الفتوى التي تكون من الجاهل هي تكون فتوى مستعجلة واحد اثنين تكون هذه الفتوى خطأ كبير خطأ من وجهين الوجه الأول أن المتصدر ليس أهلا للإفتاء وعلى ذلك هو يجلس في مكان ليس هو مكانه ويجاوب وهو ليس أهلا لهذه الإجابة فليجوز أن يتصدى للإفتاء إلا العالم هذا وجه أول الوجه الثاني أنه يختم من أجل هذا يحدث الضلال منه أولا فضلوا بتصدرهم للفتوى وبروزهم في أمر لا يحسنونه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا من أهل الذكر أو أي ناس لا اسألوا أهل الذكر ديننا دين العلم ديننا دين التحصيل ديننا ليس دين الإدعاءات وليس دين الكذب وليس دين اللعب ولكنه الدين الذي يضع الرجل في مكانه فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم إن كنا لا نعلم فإذا تصدر من ليس هو من أهل العلم فإنه يفتي ويدخل هو أولا في باب الضلال من وجهين الوجه الأول لأنه تصدر في أمر لا يحسنه ولا تجد فيه الأهلية لهذا التصدر الأمر الثاني أنه ناتج عن ذلك أنه يأتي بإجابات غير مطابقة هنا أقول الوجه الأول وهو أن يتصدر لأمر لا يحسنه هذا كلام عظيم لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن من الذي تسأله هو أهل الذكر العالم بناء على ذلك في ديننا شيء اسمه السياسة الشرعية وهو أنه ينبغي أن تتوفر شروط في من يتأهل للوقوف والبيان وأستكمل الكلام بعد الفاصل إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الكلام على حديث قبض العلم فقلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فقلنا إن الحق إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف المآل الذي يترتب على الفتوى بدون علم بالضلال والإضلال فهذا الذي يتصدر وتكلم بدون علم وقع في وجهينه الوجه الأول أنه تصدر بدون آلة والوجه الثاني أنه بين للناس بيانا مخالفا للشريعة هنا كلمة صغيرة عن الوجه الأول وهو أنه تصدر بدون آلة وتسنم منصبا وهذا المنصب لا يستحقه شريعتنا العظيمة الجليلة فيها في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا إذا تابعنا النظر في الوظائف الشرعية وشروطها من خلال الفقه الإسلامي ومن خلال السياسة الشرعية نجد أنه ما من منصب من المناصب الشرعية إلا وله شروط له شروط في الشريعة فالمرأة لا تأم الرجل والمرأة لا تؤذي والذي لا يحسن الفاتحة لا يكون إماما للناس والذي لا يكون عالما بالشريعة لا يكون قاضيا ولا مفتيا والذي يتولى الإمامة العظمى له شروط شرعية لأن هذه ولاية عامة وهكذا فيجب أن نراعي الشروط الشرعية في كل منصب من المناصب الشرعية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أولا ثم أضلوا الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث البخاري من نواتج أو من ثمارات عدم وجود العلم وعدم الاهتمام بالعلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشرات الساعة يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج من علامات الساعة يقبض العلم ويظهر أو تظهر الفتن ويكثر الهرج إذن من علامات الساعة أو من أشرات الساعة أن يقبض العلم أن يقبض العلم وقلنا قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء كتب كثيرة سديهات كثيرة الشمل كثير هذه لا تدل على أن العلم موجود بين الأمة إنما العلم ما حواه الصدر ليس ما حواه القمطر فالصدر هذا هو الحافظ للعلم فإذا كان علمنا في صدرنا فالأمة الإسلامية بخير أما إذا كان علمنا في القمطر في الكتب وفي السديهات وفي الشملة فهذا لا يدل على أننا من حامل العلم الشرعي فمن علامات الساعة أن يقبض العلم وأن تظهر الفتن هذه نتيجة لقبض العلم أن الفتن تكون كثيرة هذا يكفر وهذا هذا يأخذ بناء على التكفير يأخذ ما له ويستحل دمه ويستحل عرضه ويفعل فيه الأفاعيل لماذا؟ لأنه جاهد لا يعرف أن يفرق بين الصواب وغير الصواب فيحكم بغير الصواب فيكفر هذا ويخرجه من الملة فيأخذ أهله ويتعدى على عرضه ويتعدى على ماله ويتعدى على دمه وهذا ما هو نشاهده الآن يقبض العلم يقبض العلم وتكثر الفتن ويكثر الهرج بسكون الراء قالوا وما الهرج يا رسول الله فأشار بيده كأنه يقول الموت الموت يعني كأنه قال كذا أو أشار بيده إشارة هم يعرفونها معناها أن من علامات الساعة أن يكثر الهرج والهرج هو القتل وهذا ما نراحظه الآن في وقتنا فالفتن التي هي واقعة في بلاد المسلمين الآن إنما جاءت من قبض العلم والهرج الذي هو نتيجة للفتن إنما جاء بسبب قبض العلم فهذا الحديث الشريف من ثمراته أنه يوجهنا جميعا كل بحسب استطاعته كل بما هو في مكانه أن نتوجه جميعا وأن نحدث تفرطا علمية صحيحة في الأمة الإسلامية وأن نقو معاهدنا الشرعية لتتمكن من تخليج العلماء المكتهدين الذين لهم القيادة في الأمة الإسلامية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنتقلوا إلى حديث آخر فالآن نتكلم على حديث جليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث الذي سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى هو أصل من أصول الشريعة رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتقى النار ومن وقع في الشبهات فقد وقع في النار ألا لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الناس إلى ثلاثة مرات أو يقسم الأعمال التي يقوم بها الناس إلى ثلاثة مرات المرتبة الأولى مرتبة الحلال المعروف والمرتبة الثانية مرتبة الحرام المعروف الحلال المعروف كالصلاة والصيام والزكاء وبر الوالدين إلى آخره والحرام المعروف كالزنة والربا وشرب الخمر وسب المؤمنين وقتال المؤمنين المؤمنين ومقاتلة المؤمنين إلى آخره فهذا حرام معروف هناك أمور بينهما بين هذا الحلال وهذا الحرام هذه الأمور لا يعلمها كثير من الناس ولكن يعلمها القليل من الناس هذا الحديث له ارتباط بالحديث السابق معنى هذا أن هناك أعمال وهناك نوازل تنزل بالمسلمين وهذه النوازل لا يعلمها الكثيرون من الناس كبعض أبواب الربا كالمعاملات البنكية أو المعاملات التي تجرى على الإنترنت أو معاملات تجارية حديثة أو ما يتعلق بالمسائل التي تكون مثلا في الطائرات أو في البحار أو في الفضاء فهذه مسائل كثيرة لا يعلمها الكثيرون ولكن يعلمها المتخصصون فكأن الحديث يبين لنا أنه يجب أن يعلم هذه الأمور المتشابهة بعض من الناس فمعرفة هذه الأحكام هي فرض كفاية على الأمة وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه الأمة الإسلامية إلى أنه ينبغي لها أن تخرج من يقوم بفرود الكفايات في القضاء والفتاوى والفصل بين الناس وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل المستجدة والتي تأتي على الناس في حلهم وفي ترحالهم وفي الأماكن القريبة وفي الأماكن البعيدة فهذا النوع من المعارف ينبغي أن يكون ينبغي أن يتحلى به بعض من الناس وهؤلاء لن يتحلوا به إلا إذا رشحوا ووجهوا وعلموا وكانوا في بيئة علمية صحيحة وهذا دين على الأمة أن تخرج من الأمة من يقوم بفرود الكفاية في الأمور العلمية وفي الفصل بين الناس لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذه الأمور التي تكون مشتبهة اشتبهت على الناس ماذا يفعل العوام فيها العوام لا يعرفون إلا الحلال البين والحرام البين إذن كثير من الناس لا يعرفون وقليل يعرفون الكثير ينبغي أن يسأل القليل وينبغي أن يحتاط لدينه فيسأل من القليل العالم الذي يجمع مع العلم التقوى فإذا لم يسأل فإنه في هذه الحالة سيقع في الشبهات وإذا وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه تجاوز الأمور التي لا يعلمها وهجم على فعل لا يعلمه معنى هذا الكلام أنه يجب على كل المؤمنين أن يتأنوا في الأمور التي لا يعرفونها ولا يهجمون على أمر إلا بعد المعرفة الشرعية المتعلقة به فمن اتقى الشبهات معنى هذا الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تتق الشبهات كيف تتق الشبهات إما أن تبتعد عنها أو إما أن تتحول هذه الشبهات إلى مكانها الصحيح إما في ناحية الحلال فتفعل وإما في ناحية الحرام فتترك فمن اتقى الشبهات اتقاها بالسؤال أو بالاجتناب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرده وقلنا البراءة إنما تكون من خلال أمرين الأمر الأول هو السؤال الأمر الثاني إن لم يكن بينك عالم أو لا تعرف عالما فإنك في هذه الحالة ينبغي عليك أن تسأل أهل العلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة